السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في القناة. برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد. بقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت لبتك جديد معينا واول مرة تسمعنا تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية لموليد برج السرطان. ان شاء الله. آآ نبدأ مع برج السرطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. آآ طبعا يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. آآ مهمين جدا كمان مهمين في اختياراتي للفيديوهات اللي انا هعملها. الكراءة العاطفية احتمال تكون عكسية. ليه? لان هي الكراءة الوحيدة اللي بيكون موجود فيها آآ طقتين. آآ فكل طبعا حد بيبقى عارف الوضع بتاعه وعارف حالته. وعارف الكلام ينطبق عليه ولا على الطرف التاني. لكن ان شاء الله بتطلع يعني سليمة معي بالنسبة كبيرة جدا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع برج السرطان. وهقول لك الطاقة بتاعتك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقتك في الاول يا برج السرطان انت تعبان اقضي. آآ طاقتك تلاعت معي الثري اوف سورج. آآ انت تعبان قلبك موجوع. ممكن بعضكم حاسس بغدرة حاسس بخيانة. آآ بالنسبة للمتزوجين انت فترة فيها تعب كبير جدا عليك. آآ مش بس تعب قلبك ووجع قلبك. لأ انت كمان حاسس بطاقة غريبة. يعني انت كمان اللي بعد كده آآ انت في حمل في هموم في معاناة عندك. في حاجة عايز ترتاح منها. حاجة عايز تتخلص منها. آآ في مشكلة عندك. المشكلة دي مش بتنيمك. يعني انت على طول تعبان آآ بتفكر في حاجات كتير جدا. ممكن تكون عندك مسئوليات كتيرة. آآ ممكن يكون عندك تفكير كتير بسبب معاقف او حاجات حصلت معك. ممكن تكون كزا حاجة مش حاجة واحدة او تخص الناحية العاطفية بس. آآ لكن انا بالنسبة لك برج السرطان المتزوجين انا شايفة اللي بعد كده انت في عندك بيت سعيد عندك سعيدة عندك آآ آآ حبيب آآ بيعتذر لك بيقول لك ان هو بيحبك آآ ده اللي موجود في الطاقة بتاعتك. الطاقات اللي موجودة معك في القراءة انا شايفة طاقة هوائية نارية ترابية ومائية. الابراج اللي موجودة معك في القراءة معك برج الكوس الحوت، الكوس والحوت والحمل والعزراء والاسد như الزوزائق، آآ دي الابراج اللي موجودة معي في القراءة ودي الطاقات والطاقات كلها موجودة ودي الابراج اللي موجودة معي في القراءة. آآ لكن زي ما بنقول دايما هي مش مش مهمة المهمة القراءة نصها. نبدأ هتكون القراءة عبارة عن ايه? انت تفكيرك في العلاقة او وضعك الحالي او حالتك في الوقت اللي احنا فيه. آآ آآ تفكير الطرف التاني فيك. او تجاه العلاقة. نويات جاهك او تجاه العلاقة. مصير العلاقة والنصيحة لك للشهر ده ان شاء الله. آآ نبدأ بيك انت الاول انا شايفة آآ يعني الكروت بتوعك آآ اول كارت اللي هو كارت الزواج. آخر كارت 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 الانفصال او الطلاق. آآ يعني انت ممكن تكون بتفكر ما بين انك تستمر او انك تبعد او الشريك او انت شايف انك مع شريك بيفكر كده. ما بين انك يستمر او انت تكون حاسس انك في وضع مهدد. يعني ده اللي انا استوحيته من شكل الكارتين دول في في وضعهم ده. يعني انت في النص انت حاسس ان استقرارك العاطفي وامانك المادي وحياتك العائلية ممكن تكون فيها تهديد ما بين ان زواجك يستمر او يحصل انفصال. او تكون انت او الشريك بتفكر في حاجة من الاتنين دولة. لكن انا شايفك آآ يعني انت بتحب الطرف التاني. بتحب الشريك جدا. آآ شايفك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة. آآ شايفك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها عشان آآ تخليها تمشي لقدام آآ شايفك كمان ممكن طالب منه فرصة. يعني من يعني انك هتتطور وانك هتتحسن آآ بالنسبة لك او يكون ده تفكير الطرف الثاني. شايفك كمان ممكن تكون آآ مستني منه فرصة. آآ في موضوع كمان مادة آآ غالب على القراءة جدا. يعني بالنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير. ممكن بعضكم في آآ تعصر في الحالة المادية. ممكن بعضكم حاسس ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن. ده للبعض منكم. ده بالنسبة لتفكيرك انت ودمغك انت في الوقت الحالي. تفكير الطرف الثاني آآ فيك ايه او في العلاقة? انا شايفه بيشوفك يعني آآ كارت المجيشن هنا يعني الساحر آآ هو يعني يا اما بيشوفك آآ يعني شخص جذاب وآآ جميل وآآ وعندك ادوات كتير وتقدر توصل العلاقة آآ لشكل افضل. او ان هو آآ يكون آآ بيشوفك شخص مخادع. آآ كمان تفكيره من ناحيتك عاطفي زيادة عن اللزوم. انت اللي لقاسه في تلاقيتلك في القراءة مرتين. يعني مرة في تفكيرك انت ومرة في تفكيره هو. انتو محتاجين فرصة. والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة آآ كتير. ومرتبطة بالاستقرار ومرتبطة بالثبات. مرتبطة بالآآ آآ برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي. يعني انتو اتنين تفكيركو كتير مقارب من بعض. لكن في آآ في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفاه هو خايف انت آآ ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتسيبه آآ في تفكير الطرف التاني آآ من ناحيتك كده آآ تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت حنالحنان او انت الامان اه هو المفروض آآ يكون بالنسبة لك آآ يعني آآ ممكن اقول لك على حاجة ممكن لبعضكو اللي انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر آآ بيحس انه عايز يمشي عايز يمشي للسبب ده ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك آآ اغلب الطاقة اللي موجودة معي هي ممكن ما تنطبقش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قدامي هو ده اللي انا شايفاه آآ آآ الشخص ده آآ في حب كبير لي جدا وبعضكم لو انتو زعلانين يعني انتو متزاوجين بس في زعل بينكم وبين بعض الشخص ده عايز يعتذر لك عايز يتكلم معيك عايزة يصفي الامور تماما عايزك ان انت بتاعة تدي له فرصة آآ من ناحية نوايات جاه العلاقة آآ انا شايفة نوايات جاه العلاقة حلوة جدا آآ نوايا يعني اول حاجة يعني انا شايفة اللي بتاني في قط هو عايز علاقة نجحة من كل حاجة تبق انتو الاتنين مبسوطين وعندوكو بيت واسرة واطفال وحياتكو سعيدة وكويسة كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله آآ بيشوفك يا برج السرطان ان انت السلمة بتاعه آآ بيشوفك انك انت آآ يعني انت منه وهو منك دي نظرته ليك او دي نوايات جاه العلاقة انتو الاتنين تكونوا متحدين جوه بعض آآ وشايفة كمان في نواياه هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير بيرعي ربنا كتير انكم تكونوا مع بعض او انه انتو تبقوا آآ بالشكل اللي هو عايزه آآ بالذات كمان يا برج السرطان لو انت بتتعامل مع طاقة مائية زيك او نارية بالذات برج الحمل او الاسد او طاقة هوائية آآ هو كمان آآ بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاح وعايز يحقق نجاح معيك عايز يحقق معيك انتصار عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامي بتتعامل مع شخص سواء انت راجل او ست كل نواياك ويسة جدا تجاه العلاقة آآ كمان ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير او عبيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطفية او غير ان هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطفية لا هو في عنده مشاكل تانية كتير او يكون بيشوفك انت شخص كده يعني انت شخص آآ آآ تعبان مش ناقص مش متحمل انت شخص بتعاني من حاجات كتير فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده عايز يخرجك من الحالة دي يا اما يكون هو نفسه اللي شخص عامل كده فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونوايات جاه العلاقة كويسين جدا لحد دلوقتي ايه مصير العلاقة مصير العلاقة شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور ممكن انا شايفة بصه هي قرارة ممكن تكون عكسية بس الطرف التاني تفكيره من ناحيتك كده ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور ممكن تكون بتشك في حاجة في حد هياخد قرار متهور بين ان هو يمشي يسيب العلاقة دي ويمشي وهيحس ان هو كده تمام كده هو سليم كده هو بيعمل الحاجة الصحة كده هو حق انتصار لنفسه برغم ان هو هيكون تعبان جدا ان هو بيعمل كده او بيدوس على حاجات كثير او بيستقوى على الطرف التاني لكن في حد هيعمل كده وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه يعني هينزوي مع نفسه ويفضل يفكر في كل حاجة يعني مش بشكل انطوائي لا بشكل اكتشافي اكتر يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير مراجعة حسابات مراجعة اخطاء حاجات من النوع ده ده اللي انا شايفاه في مصير العلاقة عايزة اتحاب لك كارت تاني لمصير العلاقة معلش بسم الله الرحمن الرحيم مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان او هو الشخص ده حذر من حاجة او انت يعني ممكن حد فيكو هيبقى عنده قلق هيبقى عنده تخوف من حاجة هيبقى خايف بزدات لو انتو برج ناري بتتعامل مع برج ناري او ترابي شايفة فيه تخوف شايفة شخص ممكن مجروح كثير وخلاص مثلا خايف يكمل خايف يجازف الشخص ده حذر او تكون ده احتسك انت وانت اللي هتمشي عايز تمشي من العلاقة دي يا برج السرطان ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي هي مش طاقة مستمرة يعني طب النصيحة بتاعتك اه انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السرطان انك يعني حاول انك تشغل نفسك وبعد عن التردد اه انا شايفيت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهيم عندك افكار كتير بتفكر في حاجات كتير اه ممكن ملهاش علاقة بالواقع اه ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير فاتطارو عايز يقولك انك تحايف تحدد اختياراتك اه بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية بيشك في علاقة ثلاثية فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش اه مش حقيقي او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستبتة او تكون حاجة انتهت خلاص نفسك مظلوم او مجني عليك. اه اخرج من الحالة دي. اخرج كمان من حالة الندم. اه بزداد على المستوى المادي. اه لان انت ربنا هيعوضك بحاجات حلوة كتير قوي جاية. يعني انا شايفة انت معك شخص بيحبك. شايفة الاسف انت عندكم فرصة كمان ممكن يكون عندكم اه عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل اه من ربنا لاستمرار العلاقة دي. لكن في نصحتك انا شايفاك تبعد عن حاجات كتير. ممكن تكون لبعضكم بيعملها في الوقت الحالي. اه بيتمدن بيتحصر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت. ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة. ابعد عن التفكير ده او تفكير في وجود طرف ثالث عن اوهام كتير في دماغة. لو بعضكم عنده علاقات كتير اه يبعد عنده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان متزوجين. اه الكراءة انتهت. بتمنى ليكم الخير والسعادة والتوفيق. اه ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. اه شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعايزبين دلوقتي. برج السرطان بالنسبة للعايزبين. هنقول مع بعض هيتكون القراءة هتكون عبارة عن اه انت ايه اللي مستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك. اه لو انت بتحب حد او فيه في حياتك شخص ايه تفكيره اه اتجاهك او تجاه العلاقة. ايه نواية تجاهك او تجاه العلاقة. ايه مصير العلاقة مع الشخص ده. وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله. اه هقول الطاقة بتاعتك الاول برج السرطان. انا شايفك يا برج السرطان بالنسبة للعايزبين والغير مرتبطين. انت حاسة انك في وضع متكتف. انت مقيد في وضع معين. الوضع ده تعبك جدا. وانت مقيد في وحاسس انك مش عارف تخرج منك. اه كمان شايفة في عندك اه يعني انت عايز تحس بمسلا يعني هنا ممكن تقول لي حاجتين. يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك اه تعيش حياة مستقرة بشكل يرضيك. اه لكن انت متكتف ومش عارف اه انت متكتف ومش عارف اه يعني الموضوع خارج عن ايدك. او انك تكون بتتعامل مع شخص متزوج. اه وانت برضو متكتف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك. اه يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت. القرار عند الشخص تاني. اه ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين كمان انا شايفة لبعضكم اه ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية. يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القراءة قديني. في احتمال كبير قوي. اه تكون لبعضكم. يكون في علاقة ثلاثية. اه لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ باصص على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل باي شكل. وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون في شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك. وبيحاول يبين لك حبه بس انت مش شايف كل ده. انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها. ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية. لو انت مش في علاقة ثلاثية برج السرطان انت آآ يعني ممكن قاعد مسلا مستني انك يعني يحصل الارتباط آآ بيبص على سنين فاتت من عمرك او بيبص على مشاكل حصلت في حياتك او بيبص على وضع انت مقيد فيه. آآ لكن اللي بعد كده لزا تور بيقول لي انك انت في تغيير جزري هيحصل في حياتك. يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خاطئ. آآ فانت فيه تغيير جزري هيحصل في حياتك طبعا من الناحية العاطفية لان انا كلمي على الناحية العاطفية. آآ فيه تغيير جزري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن. فيه علاقة هيكون فيها طلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار آآ ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الصفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او يعني آآ الشخص ده آآ يعني لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك انت. هينفصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا وهيرجع لك انت. لو هو آآ مش في علاقة ثلاثية وانتو مسلا فيه بينكم مشكلة هيرجع لك. لو انت مفيش في حياتك حد فانت فيه شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده. حتى لو مكنتش تعرفه علاقة عاطفية. بس انت شفته قبل كده. او الشخص ده آآ يعني انت تعرفه من زمين وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني. آآ ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات. التقاط اللي موجودة آآ انا شايفة النارية معيك كتير. والآآ النارية والترابية والهوائية كتير برضو. آآ والمائية كمان موجودة. الابراج اللي موجودة معيك برج الصور برج العقرب. آآ برج الجوزاء. برج الاسد. برج آآ قلنا عقرب سرطان زيك. كمان. وبرج الحوت. آآ العقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان. فانتو شكلكل تتعاملوا مع اشخاص آآ ابراظ مائية كتير ونرية كمان. آآ وبرج الكوز كمان. تعيب نبدأ الكراعه او هنقول انت ايه او كده انا شايفت في الوقت الحالي انت واقف مستني. انت حواليك زي ما قلت في الطاقة بتاعتك انت فيه ناس ببص عليك. انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك آآ ناس تكون حواليك معجبين مثلا ناس بتحبك لكن انت في حد معين هو اللي باصس عليه. باصس عليه ومستنيه يجي لك. مستنيه يخد قرار. مستنيه ان هو يكلمك. شخص ده انت بتحبه جدا. وعايز اقول لك هو كمان بيحبك جدا. انا شايفة فيه حب من ناحية الصرف الثاني لك. آآ فيه حب متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة آآ سلسية. للبعض ممكن يكون هو زميلك في في العمل او في الجامعة او آآ او جار او آآ او يكون بينكو اصدقاء مشترك مشتركين يعني. آآ لكن انتو ممكن تكون تكون عيشت مع الشخص ده. سويني بقى. آآ انت ممكن تكون عيشت مع الشخص ده قصة حب وكان بينكو مسلا اصدقاء مشتركين او كده. والشخص ده مسلا آآ خدعك في حاجة او سيبك ومشي منك مرة واحدة. او آآ انت اللي سيبته ومشيت مرة واحدة. انا شايفك في الاخر انت آآ بتستشفي او انت بتحاول آآ تخرج من آآ آآ يعني من من حالة او من المواقب انت تعرفت لها من علاقة عاطفية فاتت مع شخص كنت انت انتو الاتنين بتحبوا بعد. ممكن يكون فيه آآ طرف تالت آآ تلصص ودخل في العلاقة دي افسدها. ده احتمال برضو تاني لتبعد من نقو. آآ لان الكراءة بتاعتك فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا. فانا قلت كل حاجة اقدر اقولها دلوقتي. آآ طيب لو انت في شخص تاني بتحبه. آآ تفكير الشخص ده تجاهك ايه? الشخص التاني ده آآ هو عنده حيرة كبيرة اوه. عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني. ايا يمكن بقى الطرف التاني. لكن في كل الكراءة على فكرة الطرف التلت ده موجود بقى. يعني فيه طرف تلت يعني فيه طرف تلت. آآ عنده حيرة كبيرة جدا مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي. ده تفكيره. آآ ممكن تكون بتتعامل مع شخص المبورجنيري. او السرطان او العرب. او القوس. الشخص ده عنده حيرة كبيرة. آآ عايز يبدأ معيك بداية جديدة. ده تفكيره. لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معيك دي. آآ هو هيدوس فيها على ناس كتير. هي يعني هتروح مسلا فيها يعني فيها مسلا ايه. آآ آآ هو خايف على قيم على عادات على تقاليد. لكن فيه عندكم نهاية لشيء في تفكيره هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة وهو ده اللي عمال يفكر فيه. آآ هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموا. آآ شايفة فيه بينكو تواصل روحي فيه تفكير قوي قوي بينكو وبين بعض. آآ هو حاليا بيحاول يستشفي بيحاول آآ يعني يخرج من الواجع ده لان انا شايفاه هو في مقزة كبير جدا. آآ هو لازم آآ عشان يجي لك يدوس على حاجات كتير قوي عشان يستمر معيك يدوس على حاجات كتير قوي. او بعضكم تكون عنده مشكلة مادية او ازمة من ناحية الشغل. وهو مش قادر يقرر. يعني ده تفكير الطرف التاني. لكن انا شايفة غالب على القراءة قوي طرف تابت على فكرة. الشخص ده بيحاول يوزن اموره آآ بيحاول يهدى. ممكن يكون بعد عنك للسبب ده. لبعضكم ممكن يكون بعد عنك. وبعد عنك للسبب ده يا برج السرطان. علشان يقدر يعني يرجع لك بالداية جديدة. لان هو هو في الوضع ده هو متقطع يعني. هو مش عارف. مش عارف الطرف ازاي. آآ مش عارف ياخد قرار. مش عارف يعمل ايه. آآ ايه نوايات جاه العلاقة? انا شايفة آآ في نواياه انا شايفة في حب. يعني هو ناوي يتعامل مع حبه ليك بحكمة. آآ يكون آآ هادي عائل راسي مش عايز اي تهور آآ يعني شايفة بيقدم حب بس وهو كده في مكانه. يعني ده ملك الكؤوس فهو شخص آآ آآ يعني يعني بيحبك لكن هو آآ تقيل شوية. يعني مش 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 هتمشي. يعني مش مش هتمشي تجاه العلاقة. بيهايقعد ويستنى ويشوف ويقرر ويحلم حاجات من كده كتير لكن هو عنده حب كبير. ليك نوايات جاهك آآ آآ ان هو يحقق لك سعادة. ان هو يعملك يعني هو مرتبط بيك وهو منجذب لك على فكرة. وبيشوف شوفك نا يعني شخص مناسب ليه. انت اكتر شخص آآ مناسب ليه. آآ لبعضكم انتوا فعلا متبعدين ممكن في الفترة دي. لان انا شايفة فيه كارتين يدلوا على تواصل روحي بينكم قوي. ولو انت بتفكر في الشخص ده بشكل كبير. آآ التفكير ده آآ يعني في الغالب هيكون بسببه هو. يعني هو اللي بيبعت لك الطاقة دي. لان هو بيفكر كمان فيه بشكل كبير. آآ بعضكم ممكن فيه اختلاف بينكم وبين بعض. آآ لكن انا شايفة ان انتم هتتجاوزوا المرحلة دي. هو كمان نفسه في نواياه يعني ان اللي يحصل يكون يعني برا قراراته. يعني مش هو اللي ياخد قرار فيه. يعني هو بيتمنى ان ربنا هو اللي يتطرف في العلاقة دي. يعني هو اللي يحل الوضع اللي انتم فيه ده. آآ آآ يعني هو اللي يخرجكم من الحالة دي. او هو اللي يجمعكم ببعض. تاني آآ ده من ناحية الشخص ده كمان انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون الشخص ده روحاني. آآ قريب من ربنا او بيعمل حاجات خير كتير. آآ وعايز انه ربنا يحل المشكلة اللي بينك وزي. يعني هو سيبها كده آآ للقدر يعني. مش مش ناوي حاجة معينة. او عنده قرار. لكن هو في عنده حب في بينك وبينه تواصل روحي. شايفك حد رائع ومناسب. وفي الاخر هو سيبها للقدر. آآ مصير العلاقة انا شايفة في مصير العلاقة آآ انا شايفة آآ يعني بعد وضع معلق لفترة. آآ وضع معلق هينتهي. يعني ممكن تكون بعضكم معلق في الوضع ده. بقى له فترة. انا انا شايفة كمان تقطك انت مقيد ونتكتف في علاقة فعلا. فانا شايفة مصير العلاقة هو رايح لبداية جديدة في لبعضكم. آآ هيكون في عنده عرض آآ عرض حب جديد. وهي آآ آآ ممكن يتخلى عن الشخص اللي هو معي ده. ولبعضكم ممكن آآ آآ يعني وضع المعلق اللي انت فيه ده لان انا جاي للزهنجد من آآ مقلوب. فانت الوضع المعلق اللي انت فيه ده هيتفتك وهيكون عندك بداية جديدة تماما. آآ ممكن الشخص ده انت اصغر منه او هو اصغر منك شخص مختلف عنك شوية برج السرطان. آآ وشايفة انه هيفضل متمسك بيك. لكن شايفك ممكن آآ تسيبه وتمشي. يعني ممكن تسيبه وتمشي وتبدأ من اول وجديد. لكن انا شايفة في عندك عرض حب وفي ان الشخص ده آآ هيفضل هيفضل متمسك بيك. آآ ده ما صرها في الوضع الحالي يعني. هو لسه قاعد في ما كانه يعني. النصيحة بتاعتك للفترة دي آآ برج السرطان آآ بعضكم ممكن يكون بيدخل ويخرج في علاقات حب مسلا كتير او من لو مش كتير يكون بسرعة. يعني ممكن تكون بتدخل في علاقات حب بسرعة آآ او في علاقات للبعض مسلا لو يعني آآ يعني حب عميق قوي ويحصل ده بشكل سريع. آآ الضرو بيقول لك حاول توازن بين قلبك وعقلك ابعد شوية عن رومانسية. آآ آآ يعني حكم قلبك شوية في العاطفة. لان ده بيؤذي دايما معيك لانه العلاقات مسلا تفشل او انه الطرف يبعد انت تبعد انت مسلا تحس ان هو آآ كلها مش حب وتمشي. او الطرف التاني يسيبك ويمشي. فدايما آآ في حاجة غلط بتحصل في العلاقات معك. ممكن تكون بسبب تهورك او آآ تسرعك العاطفي او ان انت بتنين للعاطفة بشكل متسرع. او انك انت مش بتقدر تختار آآ توقم روحك بشكل كويس او بشكل سليم. ده بيخلي علاقات معاك آآ يكون نتجتها الفشل. فمسلا يعني خليك دايما متوازن. آآ ما بين آآ قلبك وعالك. كمان بعضكم لو انت كمان رجالة بالزات يعني آآ بلاش مسلا آآ السرعة في العلاقات. آآ التعدد في العلاقات. اللعبة مسلا ما بين شخصين او اللعبة بشخصين في وقت واحد. آآ وفي الاخر مسلا الشخصين دول بيمشوا. يعني الشخصين ما بيكونوش موجودين. او انت بتتيب حد على حتيب حد. فده بالنسبة للآآ النصيحة اللي انا شايفيها موجودة لبرج السرطان في الوقت ده. آآ الكراءة انتهت. آآ كراءة بتاعتكم كويسة. آآ آآ شايفة يعني في بوادر الارتباط او العلاقة. آآ آآ ما تنسوش اللايك والشير والتابسكرايب. شكرا من المتابعة برج السرطان.